السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي اليوم في قناتكم وصفات لكم اليوم إن شاء الله سأشارك معكم مجموعة من الوصفات العلاجية لمشكلة التجاعد كما نعلم التجاعد تبدأ في الظهور من عمر الثلاثين وربما قبل ذلك لذلك ينصح خبراء التجميل بضرورة إدراج روتين الحماية من التجاعد بداية من هذا العمر ولكن اليوم لا داعي لاستخدام كريمات أو مستحضرات قد تكون باهضة اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم وصفات لمحاربة التجاعد بثمرة الموز تعد ثمرة الموز مكون زاخر بالمعادن والفيتامينات الهامة لتغذية البشرة فهو يحتوي على البوتاسيوم المانيزيوم الحديد والكالسيوم كما يحتوي أيضا على مضادات الأكسادة وأيضا فيتامين با 6 وكذلك با 12 الموز يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين ويهاجم التجاعد ويتخلص منها إذن على بركة الله سنتعرف على أول خلطة سنأخذ هنا قطعة من الموز هذه الكيميا سوف تكفينا لبشرة الوجه نقوم هنا بإزالة قشر الموز ثم سنأخذ بواسطة شوكة نقوم بهرس الموز جيدا حتى نتحصل على عجينة أو كريمة الموز تكون كريمة شبه سائلة أقوم بهرس الموز جيدا حتى لا تبقى هناك بعد القطع الصغيرة نقوم بهرس الموز جيدا فهو كما قلت يعتبر كبوتوكس طبيعي للبشرة فاستخدموه فهو رائع جدا كما أنه سوف يغدي بشرتكم بعد أن قمت هنا بهرس الموز سوف نأخذ إناء مناسب وسنقوم بوضع مهروس الموز بعد ذلك سأضيف مكون آخر سأضيف هنا ملعقة من زيت الزيتون زيت الزيتون كذلك غني جدا بفيتامين هار أو ما يسمى بفيتامين اي فهو مضاد للشيخوخة كما أنه مكون ممتاز للبشرة كما أننا سنحتاج هنا لمكون آخر وهو مكون عضوي وهو العسل عسل النحل سأضيف تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل هنا إن كنتم لا تتوفرون على العسل يمكنكم الاستغناء عن والاكتفاء فقط بالموز وكذلك زيت الزيتون نخلط جيدا إلى غاية ما تندمج لنا المكونات وصفة مغدية كما أن العسل أيضا هو مضاد للأكسدة يحارب كذلك الجذور الحرة كما نعلم الجذور الحرة هي التي تؤدي بشيخوخة البشرة وأيضا بظهور التجاعل بعدما قمنا بدمج المكونات جيدا أول خطوة تقومون بها وهي تنظيف بشرة الوجه بماء فاتر حتى تتفتح لكم المثامات ثم تأخذون من هذه الوصفة وسنبدأ بتوزيعها على كامل بشرة الوجه وأيضا بشرة الرقبة نركز جيدا على المناطق التي بها التجاعد بالنسبة لهذه الوصفة ضعوها لمنطقة تحت العينين حول العينين لمن لديها التجاعد التي تكون حول العينين أو تحت العينين أنصحكم بهذه الوصفة لأنها وصفة ممتازة وكذلك آمنة ومغدية للبشرة بطبيعة الحال سنترك الخليط أو الوصفة على بشرة الوجه تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ما تتشرب البشرة فوائد هذه المكونات جيدا بعدها سنقوم بغسل البشرة بماء يكون فاتر ثم في الأخير بماء بارد هذه الوصفة من الأحسن المداومة عليها بشكل يومي حتى بنسبة للكمية إذا تبقت لديكم منها احتفظوا بها في التلاجة فهي تبقى صالحة لمدة أربعة أيام واستخدموها بشكل يومي ستمنحكم بشرة شابة بدون خطوط كما أنها تعالج حتى شحوب البشرة وصفة ممتازة وكذلك آمنة ممكن للنساء الحوامل استخدام هذه الوصفة فهي آمنة كذلك الآن سنمر إلى الخلطة أو الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الثانية كذلك سنحتاج إلى مهروس الموز لأن الموز في هذه الوصفات هو المكون الرئيسي نقوم بهرسه جيدا حتى نتحصل على كريمة الموز نقوم بهرسه جيدا الموز مغدل البشرة رائع ممتاز بعد أن قمنا بهرس الموز سنأخذ إناء مناسب وأقوم بوضع الموز بعدها سأضيف المكون الآخر رائع غني عن التعريف وهو ممتاز للتجاعد سأضيف هنا لدي مطحون بذور الكتان أو مطحون زرعة الكتان سأضيف ملعقة من مطحون بذور الكتان وأستمر في الخلط جيدا حتى أدمج المكونات مع بعض بذور الكتان كذلك تحتوي على الأوميغا 3 معالجة كذلك للتجاعد تعتبر كذلك كبوتوكس بالخصوص إذا قمنا بدمجها معه هنا مهروس الموز فهي ستعطيكم نتائج كون متأكدين نتائجها رائعة وممتازة فهذه الوصفة أنا أستخدمها شخصيا وهي وصفة ممتازة يمكنكم هنا إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إذا أردتم أو زيت لوز حلو أو حتى زيت جوز الهند لأن هذه الزيوت تكون غنية جدا وبها نسبة عالية من الفيتامين فيتامين ها أو فيتامين اي نخلط جيدا هكذا حصلنا على خليط وقوام يكون متجانس بهذا الشكل بطبيعة الحال دائما على بشرة نظيفة سنأخذ من هذه الوصفة وسنبدأ بتوزيعها على بشرة الرقبة وكذلك بشرة الوجه وسنترك الخليط تقريبا مدة ربع ساعة إلى غاية ما يجف أو من الأحسن عشرون دقيقة إلى غاية ما يجف بعد ذلك قموا بغسل بشرتكم بماء فاتر وفي الأخير بعد إزالة الوصفات وغسلها ضروري حبيباتي من عمل مساج للبشرة ثم بعد إزالة المسكات تأخذون دائما سواء أكان زيت زيتون أو زيت لوز حلو أو زيت الأركان أو حتى زيت جوزلين تأخذون كمية من هذه الزيوت وتبدأون بعمل مساج بحركات دائرية لطيفة حتى تتغلغل هذه الزيوت في أعماق البشرة ثم نبدأ في عمل مساج نركز جيدا على المناطق التي بها الخطوط والتجاعد مثل منطقة تحت العينين حول العينين حول الفم كذلك يعني بالنسبة لتلك المناطق التي بها التجاعد ضروري من أن نقوم بعمل مساج وحركات بهذه الطريقة لتلك الخطوط بالنسبة لهذا المساج من الأحسن استخدامه بشكل يومي ومن الأحسن كل ليلة ضروري أن نقوم بدهن بشرتنا وهم المساج لطيف وبهكذا إن شاء الله سوف نتخلص من التجاعد إذن حبيباتي اليوم شاركت معكم وصفات رائعة بمكونات طبيعية آمنة ممتازة وبطبيعة الحال متوفرة في كل بيت أتمنى بطبيعة الحال إذا أعجبكم هذا الفيديو ألا تبخلوا علي بدعمي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء